بعد ناشطات حقوقيات من جهات مختلفة من العالم دعوا إلى اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم النساء في أجزاء العالم الفقيرة من خلال حماية استقلاليتهن الاقتصادية الناشطات أكدنا خلال ندوة دولية في العاصمة الأمريكية أن أفضل أسلوب لتطوير دور المرأة الاجتماعي يتم بتطوير قدراتها الاقتصادية من خلال إتاحة فرص التدريب أمامها ودعم المشاريع النسائية الصغيرة في الدول المضطربة أمنيا واجتماعيا إذنى آذان إسماعيل دبلوماسية وأكاديمية صومالية سابقة اختارة تخدم نساء بلدها تفرغت للعمل الخير في مساعدة الصوماليات على تطوير وضعهن الاقتصاد من خلال مؤسسات صغيرة كما ساهمت إذنى في الحد من الوفيات بين النساء الحوامل لكن القضية الأساسية في حياتها بالإضافة إلى ما سبق تبقى مناهضة العنف ضد النساء أريد من الآباء والرجال ومن رجال الدين الانضمام إلينا ليكونوا شركاء لنا في حماية المرأة من كل أشكال العنف لأن حماية المرأة هي حماية للرجل نفسه أليست هذه المرأة المعتدى عليها ابن لرجل آخر أو شقيقة له أو قريبة له؟ ماريا بيلو سينمائية ونشطة حقوقية أمريكية اقتطعت جزءا هائلا من وقتها وتفرغت لمساعدة النساء في هايتي في عقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل عامين ماريا تقول أن حماية النساء وفي كل العالم يبدأ بحماية استقلالهن الاقتصادي التغيير الحقيقي في حياة النساء يأتي من خلال خلق فرصا اقتصادية لهن في الحياة لأن تطوير أداء المرأة الاقتصادي سيعزز بالتأكيد من أدائها ومركزها الاجتماعي هذا هو الذي يجب أن نعمل لتحقيقه جميعا وفي جميع أنحاء العالم ريطا شرما أمريكية من أصل إفريقي اختارت قضية مناهضة العنف ضد النساء تلتحرك بها عبر كافة بؤر الفقر ومناطق الحروب في العالم وتعقد رفقتها حقوقيات أخريات في مطلع ربيع كل عام ندوة عالمية هنا في واشنطن للتباحث في أساليب تطوير أداء المرأة وتنمية دورها الاقتصادي والاجتماعي نعرف جيدا أن أولويات الحياة تختلف بين النساء باختلاف المجتمع والبلد وأحيانا الجهات المختلفة داخل البلد الواحد لذلك سيكون من الأفضل مراعاة خصوصية كل بلد مع نوعية المساعدة المقدمة للنساء قضية الدفاع عن حقوق المرأة وتطوير أدائها الاقتصادي والاجتماعي ومناهضة التمييز ضدها لم تعود قضية المرأة لوحدها إنما هي قضية المرأة والرجل على حد سواء تقول ناشطات أمريكيات وأخريات من بقاع شتى من العالم اجتمعنا هنا في واشنطن حتى وإن اختلفت الأولويات بين نساء واشنطن ونساء قنضهار ونساء مقديشو على سبيل المثال رابح فلالي الحرة واشنطن أرحب الآن